السلام الاخوان وحياكم الله اينما كنتم. المهم هدوية عندي في المنزل زراع فيه النعناع. وانا عارف الكثير من الناس ما تصدقش معهم طريقة زراعة النعناع. ولهذا اليوم ان شاء الله سنبرتج معكم. واحد طريقة جد بسيطة لزراعة النعناع. وان شاء الله سنعطيكم الموعد الصحيح لزراعة النعناع. ونشوفو ان شاء الله. حتى طريقة الري وطريقة التسميد. ان شاء الله في الفيديو سنكشف لكم على جميع اسرار لزراعة النعناع في المنزل. المهم اخوتي ما نطولت عليكم وندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. وانا اخوتي بكل سهولة اول حاجة نبدأ بها هي تجهيز الوعاء اللي سنزرعو فيه. من بعد نملقوه بالتربة كيف ما كتشوفوا امامكم. الناس اللي ستسووني على التربة باش مخلوطة فهي مخلوطة بسماد الكمبوست. بالنسبة الناس اللي مو بتدئة في الزراعة وما كتعرفش اشن هو سماد الكمبوست. سماد الكمبوست اخوتي هي المخلفات دي الحيوانات. سواء ابقار او اغنام او طيور بصفة عامة. ومن بعد اخوتي كنخلطوها مع التربة وكنزرعو فيها على هاتشكل اللي كتشوفو. وإلا ما عندك هاد الكمبوست يمكن لك انك تجيب تربة يعني معمر ما تزرع فيها في الاحواض. يعني تربة كتكون تربة غنية. ما كتكونش تربة اللي هي مزرع فيها. او لسبق تزرع فيها. في الاستيس كتكون هذيك مستنزفة من المواد الغذائية. يعني كتطلع لك النعناع مش بدك النتيجة اللي انتباغي. ولهذا كيخص ديمة تربة تكون تربة غنية بالمواد عضوية. هذا هو السر الاول لزراعة النعناع. كيف ما كتشوفو اخوتي انا انا غادي نزرع بطريقة العين. العين هي اللي كيكون في هالاوراق. هادي هي اللي كتسمى العين. ومن اللي نبغيو نزرعو اخوتي يفضل ان نزرعو يعني شي سيقان اللي شكون ما تكونش معففنا او لكيف ما كنقولو الدرجة دينا ما تكونش خامجة. يعني سيقان تكون اطريع على هاتشكل هذا. دي لها دوك المخلفة دي النعناع. اللي غير كنرميهم. يعني بهالطريقة هذه. كيف ما كتشعرفو اخوتي موئت زراعة النعناع. هو شهر عشرة وشهر حداش وشهر غناش. في شهر عشر وشهر غناش وشهر غناش هالتلاشيا لالاشهر يمكنك تزرع النعناع باي طريقة وغي الصداقة معاك. انتها هو الموعد الحقيقي دير زراعة النعناء. وإلا زرعتها اخوتي في هذا الموعد هذا. كيشد عندك النعناع وكينبت النعناع وكيصبر عندك طول السنق. يعني هادا هو ضبار دير زراعة النعناع. يعني غير كي خheimer يجدر يعني الى جدر عندك في الوعاء كنت تأكد بانه غيبقى عندك طول السنة يعني يخصك تزرعه في الموعد ادياله يعني مش يتخلي حتى الوسط السنة وتبدأ مضارب معاه تزرعه ويستقلك ما يستقشلك يعني تضيب باردي النعنى كيف ما قلت لكم وشهر احداش وشهر اثناش وشهر عشرة وبصراحة اخوشي انا كنزرع النعنى يعني بعدة طرق ولكن بيني وبينكم اتطريقة كتجيني طريقة بسيطة وكيستق فيها النعنى يعني مئة في المئة علاش حينش هنا كيكون كترة الاغصان وكترة الاعين في حالش ما ما نادش للغصن الاول كينوض الغصن التاني المهم طريقة كيكون مضمونة خمسة وتسعين في المئة غادي نوض غادي نوض نعنى هذي بالنسبة الناس اللي ما كيستقش لها الزراعة دي النعنى ومن بعدها خوشي فاش كنقطعوا الاغصان كنديروا فوق منهم واحد طبقة ديال الشربة يعني طبقة تكون طبقة غير طبقة خفيفة ما تكونش طبقة سميكة حتى خوتي الى كان الطبقة اللي غطينا بهالتربة طبقة خفيفة كيف ما نقوله بالدريجة ديالنا لقدرنا غير شوية ديالتراب فوق من الاغصان هكا كتنبت عندنا الاغصان بسرعة اما الى كان طبقة غليضة فهو كينوض ولكن كيتأخر في الانبات اتشياش دائما كنقول لكم طبقة شكون طبقة خفيفة ومن بعدها خوتي بكل سهولة كنعاودوا نرويه للعساس او للوعاء ديالنا وكنحطوه في مكان ضل ما كنحطوش في مكان شمس مكان ضل حتى كتبدأ تنمو عندنا الاغصان عادة باش كنحولوه للمكان شمس وهنا خوتي كيف ما كتشوفوا النعناع ديالنا بدأ كينبت او كيف ما كنقولوا بالدريجة ديالنا بدأ كيف يفنن وكينين بعض الاغصان اللي هما كبار حانت هادو فوق منهم طبقة خفيفة ديالتربة اما هادو اللي يالله جيين كينبتوا يعني فوق منهم طبقة سميكة وكين بعض البودور اللي كتشوفوا ديال القرع يعني حتى هما نادوا في هادو الوعاء هادو غد ينقلهم بوحدهم في الصيص لان هذا هو موعد زراعة القرع اما خوتي بالنسبة للرأي ديال النعناع في هادو المرحلة فانا كنسقيه يوميا ولكن بكميات قليلة يعني غير كنرطب سطح تربة بس نسهل على الاغصان اللي يجيها كتنمو جديدة نسهل على تربة كشكون تربة رطبة يعني كتلقى الاغصان كيفاش تخرج اما الى كانت تربة ممسقياش وسطح تربة جاف يعني كتلقى واحد صعوبة في الانباش ولهذا دائما كيبقى يخصنا نخليه سطح تربة مبلل وهنا اخوتي كيف ما كتشوفو وصل النعناع ديالنا لواحد المرحلة اللي غادي خصنا نسمدوه وفي نفس الوقت نحاولو نحايدو متل هادو الحشائش اللي كتنافس لنا النعناع على التغذية اللي كينا في التربة هادو طماطم حتى هي ان شاء الله غادي نزرعها كيف ما كتشوفو معا يا اخوتي هنا يا فرا ما زال النعناع ما زال كينبت مازال دوك الاغصان اللي كينين في العمق ديال التربة كيف ما كتشوفو ما شاء الله يعني ما زال كينبتو هنا يا خوتي غادي خصنا نسمدو النعناع ديالنا اما بالنسبة لي انا كنسمد باسميدة طابعية كناخد اخوتي الكمبوست يعني المخلفة ديالالاغنام وكنديرها في شوعة وكنخليها واحد المدة ديالاسبوع يعني قبل باش من بعد كنلقى تخمرات وكنسقي بها النعناع بالنسبة لطريقة ديالتخمر الكمبوست فكنديروه في شي ويعاء كيف ما هاد الوعاء هذا وكنناخدو الكمبوست وكنخليوه وكنزيدو عليه الماء ومن بعد كيصبح اللون دياله اسود على هاد اللون هاد اللي كتشوفو فهو اخوتي جد رائع لجميع انواع النباتيات وصير شو عندك القصبر او البقدونس او النعناع فاخوتي مليك تدير لهم سماد هاد السماد او كيف ما كيسميه في الوطن العربي شاي فهو اخوتي جد رائع كيف ما غدي نتشوفو من اللي غدي نسمدو به النعناع ديالنا يعني غنعطيه واحد دفعة وغتشوفو ما شاء الله كيفاش غيولي الوعاء ولكن كيخصنا نخففوه يعني نديرو النص ديال السماد البلادي والنص كنزيدو عليه الماء ومن بعد اخوتي بكل سهولة كن رويو به الوعاء ديالنا كيف ما كتشوفو بها الطريقة ان شاء الله كتعرفو كتعرفو يعني سماد الكمبوس كيحتوي على واحد ثلاثة دول العناصر اللي هي ضروري النباتي مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وسيرتو سيرتو النيتروجين حانت النيتروجين هو اللي كيخلي الاوراق خضراء واحنا هنا زارعين النعناء يعني النعناء غد يحتاج النيتروجين وبالنسبة للسر التاني فالنعناء كيخصو يتسقق يوميا يتسقق ولكن بكمية ديالما قليلة وكيخصو يتحط في شمش مباشرة وهنا خوتي بعد اسبوع على تسميل النعناء كيف ما كتشوفو ما شاء الله انفجار في الولعاء النعناء ما شاء الله في صحة جيدة كيف ما شفشو اخوتي بهذا البساطة وبهذا السهولة يمكن لك انك تزرع النعناء عندك في المنزل ويمكن لك انك تولع به كنتمنى هذا المعلومات اللي اعطيتكم يقدو يفيدوكم وفي الاخير بغيت نقول لكم الى عجبك المحتوى وبغيت يدعمني ما تنساش معك الاشتراك وما تنساش معك الضغط على زر لايك وخليت لكم اخوتي الراحة ونطلقا وان شاء الله في الفيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة